مرحباً أنا دارة ومؤخراً عرض والداي حياتي للخطر من أجل خدمة مصلحتهم لم تكن تربيتي هي الأفضل قد نشأت في حي سيء وكان والدي دائماً يذهب لعقد صفقات غامضة كلما اتصل بأصدقائه لا تنظري إليهم كانت تقول لي أمي إذا كنا في السيارة وتوقف أبي لزيارة أصدقائه لا تتحدثي معهم أبداً عندما كان أبي يدعو أصدقائه إلى المنزل كانت أمي ترسلني إلى منزل صديقتي كيت كان كبيراً ونظيفاً مع حوض سباحة وساحة جميلة وكان والدها دائماً يطهو طعاماً جيداً كنت أتمنى أن أعيش في منزل كمنزلها لم تكن كيت متكبرة بشأن كونها أغنى مني بل كانت دائماً تشعرني بأنني جزء من العائلة عبر السنوات أصبح منزلها ملاذي الآمن الفرق في ظروفنا كان واضحاً ففي أحد الأيام كنا نبحث عن شريط في درج أمها وصادفنا مغلفاً كبيراً مليئاً بالكامل لم يكن مغلقاً لذا نظرت إلى الداخل كان مليئاً بالنقود قالت كيت أوه نعم تلك نقود الحجرة المشمسة ماذا؟ سألتها قالت كيت بأن والدها أراد إضافة حجرة مشمسة إلى المنزل فكلما حصلا على نقود إضافية كانا يضعها في هذا المغلف ولا يقومان بعد النقود حاولت التصرف وكأن الأمر عادي لكن في داخلي كنت هاضبة كان والداي بالكاد قادران على دفع الإيجار أما عائلة كيت كانت تخطط لإضافة غرفة لبيتهم الضخم في تلك الليلة اختلقت شجاراً مع والداي لماذا نعيش في حي فقير؟ كلاكما تعملان لماذا لا يوجد لدينا أي شيء جميل؟ نعتتني أمي بناكرة الجميل وقال لي أبي إن كانت لا تعجبك الحياة هنا فأنت حرة وبإمكانك المغادرة ثم بدأ بالشجار معاً وهذا ما كان يفعلانه مؤخراً ذهبت للنوم وبعد عدة دقائق سمعت أمي تغادر المنزل في اليوم التالي عدت إلى المنزل لأجد أمي تبكي في المطبخ ما الخاطب؟ لقد هزت رأسها فقط أمي أرجوك أخبريني اعتقدت أنها ما زالت غاضبة مني بسبب ما قلته الليلة الماضية لكن في النهاية نظرت إلي وقالت أنا في ورطة أي نوع من المتاعب؟ لقد صدمت قالت بأنها تدين لأحد أصدقاء أبي بـ 800 دولار وقالت بأنها اقترضت النقود منه حتى تشتري فستاناً جديداً ومجوهرات من أجل موعد موعد؟ قلت بارتباك تقصدين موعداً مع أبي؟ هزت رأسها بضجر وقالت أنا أواعد شخصاً آخر في البداية كنت غاضبة كل ما استطعت فعله هو البكاء وسألتها عن سبب خيانتها لأبي لكن في النهاية هدأت لم يكن والدي شخصاً جيداً كان من السهل أن نرى لماذا تريد أمي أن تكون مع شخص آخر الشيء الأكثر أهمية هو أنها كانت في ورطة وكانت بحاجة للمساعدة قالت بأنها إذا لم تدفع المال فإنهم سيؤذونني ويؤذون عائلتي ولديها حوالي 500 دولار لكن لا يمكنها الحصول على الباقي ولا تستطيع إخبار والدي لم أكن أعرف ماذا أفعل لذا عانقتها فقط بينما بكت في تلك الليلة لم أستطع النوم كنت خائفة من أن يأتي أصدقاء والدي إلى المنزل ويؤذون تسألت ماذا يمكنني أن أفعل كان لدي وظيفة بدوام جزئي ولكن المال الذي جنيته هناك لم يكن كافياً لمساعدة أمي في اليوم التالي ذهبت إلى كايت بعد المدرسة حاولنا الاستمتاع بأقتنا كالمعتاد لكنها قالت أنني كنت حزينة وسألتني عن السبب لقد وعدت أمي بأنني لن أقول كلمة لأحد لذلك لم أقل شيئاً في وقت لاحق ذهبت إلى الحمام وفجأة تذكرت المغلفة في مكتب والدتها أبعدت الفكرة بعيداً لكنها استمرت في العودة لماذا يجب أن يحصل على أشياء لا يحتاجونها عندما لا تكاد عائلتي تستطيع توفير الأشياء التي نحتاجها قبل أن أتمكن من التفكير كنت أمد يدي إلى الدرج أمسكت بعشرينات من الظرف وحشوتها في جيبي ثم وضحت الظرف مرة أخرى حاولت أن أكل بعض العشاء اللذيذ الذي أعده والدة كايت في تلك الليلة لكنني شعرت بالضيق الشديد وعدت إلى المنزل وعندما وصلت أعطيت المال لأمي هاكي لقد حصلت على هذا البقشيش في العمل لقد كذبت كانت ثمانين دولار فقط كنت بحاجة لإيجاد طريقة للحصول على المزيد وعدتها بأن أحصل لها على المزيد من المال غداً طوال الليل وأنا قلق وأتقلب كيف كان بإمكاني فعل هذا مع كايت وعائلتها بينما كانوا لطفاء جداً معي ظللت أذكر نفسي بأنهم لا يحتاجون إلى المال حقاً في اليوم التالي عدت إلى المنزل من المدرسة لأجد أمي تغسل أشياء حمراء على سيارتها شخص ما رسم علامة الهدف على جانب السيارة ساعديني قبل أن يراها والدك أمسكت بقطعة قماش وبدأت في المساعدة أثناء عملنا صارت سيارة ببطء انزلي دفعتني أمي وراءها نزلت للأسفل وقلبي ينبض بسرعة وشعرت بالغثيان من الرعب هل كنا على وشك التعرض للهجوم هنا أمام منزلنا؟ لكن السيارة مرت أخيراً نحن بحاجة إلى ذلك المال قالت أمي الآن لذلك ذهبت إلى كيت وانتظرت فرصتي عندما نادت عليها والدتها لتساعدها في شيء ما فتحت الظرفة وحصلت على 220 دولار في تلك الليلة أعطيت المال لأمي عانقتني وأخبرتني أنني ابنة رائعة حتى أنها لم تسأل كيف حصلت على المال؟ كيف لي أن أجني البقشيشة فجأة من وظيفة بالكاد تدفع أي شيء في معظم الأيام؟ قضيت ليلة أخرى بلا نوم في اليوم التالي بدت كيت حزينة عندما سألتها ما الخطب قالت يعتقد والدي أن أحدهم سرق بعض المال من مغلف الحجرة المشمسة كنت أعرف أنها على وشك أن تتهمني ولن أتمكن من إنكار ذلك سوف تكرهني إلى الأبد لن أتمكن أبدا من العودة إلى منزلها الجميل والآمن ومن المحتمل أن أذهب إلى السجن إنهم يعتقدون أنه صديق أخي كالسي إنه في ورطة حدقت إليها بذهول لم يشكوا بي آه كنت خارج الورطة إلا إذا ماذا لو اتهموا كالسي؟ ماذا لو كان في ورطة؟ عندما ذهبت إلى المنزل في ذلك اليوم كنت حطاماً ولم تساعدني رؤية والدي في منتصف مباراة صراخ كان والدي قد علم بالقروض التي حصلت عليها أمي من أصدقائه وعن علاقتها واتهمها بالقيام بأشياء فضيعة لكسب المال لسداد القرد قفزت في المنتصف وقلت لقد سرقت المال من كيت كلاهما توقفا عن الصراخ ونظرا إلي لدى عائلتها مغلفاً حيث يقوم بتوفير المال سأعيد المال نظر أبي إلى أمي وقال أنه شعر بالإشمئزازي لأنها أقحمتني في هذا ألقى في وجه المال وقال أن أعيده إلى عائلة كيت قال إنه سيجد طريقة أخرى لدفع أموال أصدقائه ثم خرج جلست أمي على الطاولة وبكت ذهبت إلى كيت وأعدت لها المال وأخبرتها بكل شيء هل تكرهيني الآن؟ سألتها قالت لا أعرف ماذا أقول سأتحدث إليك عندما أكون مستعدة لم أتوقع أن أسمع منها مرة أخرى لكن في اليوم التالي قامت بدعوتي كانت عائلتها تجلس حول المائدة بالكاد أمكنني مواجهتهم لكن أمها أعطتني مغلفاً هذا قرد قالت لتسديد ديون والدتك يمكنك السداد في أي وقت مناسب لك لقد صدمت وسألتهم عن سبب قيامهم بذلك قالت كيت أتمنى لو أنك أخبرتني أنك في مشكلة فقد ظننت أننا صديقتين هذا ما كانت مستاءة بسببه أنني لم أخبرها بذلك وليس لأنني سرقت منها حاولت رفض القرد لكنهم أصروا وجعلوني أعد بأنني إذا احتجت للمساعدة في المستقبل سأطلب فقط لقد اعتذرت ووعدت مليون مرة بأنني لن أخون ثقتهم مرة أخرى وبأنني سوف أسدد القرد في أسرع وقت ممكن دفعت أمي ديونها لكن والداي بدأ في إجراءات طلاق صعبة ومع ذلك كانت كيت دائماً بجانبي وقد ساعدني ولاؤها في التغلب على هذا الأمر هل أعجبتكم قصتي؟ اسمحوا لي أن أعرف في التعليقات إذا كنتم تعتقدون بأنه كان علي فعل شيء مختلف ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في هذه القناة